على صعيدين داخلي وخارجي تستمر الجهود المبذولة لحل الأزمة العراقية اجتماع للقوى السياسية كانت نتائجه مخيبة لأمال الشعب وآخر مرتقب للقوى ذاتها بعد أيام لا يعول عليه الشارع كثيرا حكومة متمسكة بسياساتها وبرلمان في مرمى واتهامات الشعب والقوى السياسية على حد سواء تدخل إيراني واضح وهيمن على كافة مرافق الدولة وانتهاك للسيادة أمام هذا المشهد تحركات سيادية وسياسية باتجاه تدويل الأزمة العراقية كمحاولة أخيرة لانتشال البلاد من أزمتها الخانقة فمن هي القوى السياسية العراقية التي تسعى إلى تدويل الأزمة ولماذا ترفضها الحكومة لا شك في أن المتظاهرين العراقيين الذين تعج بهم ساحات بغداد وجسورها تمكنوا من إسماع مطالبهم للحكومة المحصنة في المنطقة الخضراء في الضفة الأخرى من نهر دجل بيد أن تلك المطالب التي كلفت مئات العراقيين أرواحهم منذ اندلاع الاحتجاجات في مطلع الشهر الماضي لم تجد حتى الآن آذانا صاغية بسبب ما يرجع البعض إلى التدخلات الخارجية لا سيما من إيران ومن هنا بدأت بعض القوى السياسية العراقية تقول إن مواجهة الحكومة التي تستمد قوتها من الدعم الخارجية إنما تتم بتدويل الأزمة التي تمر بها البلاد دعوات بعض قيادات القوى السنية الفاعلة إلى التدويل ومطالبتها واشنطن بلعب دور فيما يجري في العراق ليست في نظر البعض سوى مظهر من مظاهر الصراع السياسي الداخلي الذي دأب على الاستقواء دوما بالفاعل الأجنبي ومع عدم توصل نواب البرلمان إلى تبني وثيقة الشرف المقترحة يطالب بعض تلك القيادات بحكومة انتقالية وبتعديلات دستورية وانتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة بالإضافة إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الفساد من دون التركيز على المحافظات السنية فحسب وفي محاولة لتهديئة الاحتجاجات اتخذ رئيس الوزراء عدل عبد المهدي بعض الإجراءات كتقديم مساعدات مالية للفقراء وإتاحة المزيد من الوظائف الاخريجي الجامعات لكن تلك المبادرات فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يطالبون الآن بهدم نظام تقاسم السلطة الطائفي في العراق ورحيل الزعماء الذين يعتبرونهم فاسدين معنا من بوستن رعد مولود مخلص سياسي العراقي المستقل ورئيس حزب التجمع من أجل العراق ومن واشنطن معي مارك كيمت مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون السياسية والعسكرية أشكركم جزيلاً لتلبية الدعوة والانضمام إلينا أستاذ مارك هل ترى ضرورة لتدويل الأزمة العراقية؟ حتى الآن لا أعتقد أن المتظاهرين والحكومة يعملان بنية صادقة قد لا نرى تقدماً سريعاً كما نرغب ولكن عندما نأتي بالمجتمع الدولي أو ندول الأزمة أعتقد أن المحتجين والحكومة سيعتبرون أن المجتمع الدولي والمتحدة الأمريكية يدعمون فريقاً بدل الآخر وهذا غير ضروري في المستقبل ربما الحكومة والمحتجون يطالبون بوساطة دولية ولكن الظروف على الأرض أنا كنت في العراق منذ أربعة أيام لا أعتقد أن الأحداث حتى الآن تحتاج إلى وساطة دولية ماذا عن حضرتك سيد رعد؟ هل تعتقد أن الأحداث الجارية حتى اللحظة لا تستدعي تدخلاً تدويلاً للقضية أم لا؟ والله في حقيقة الأمر أن المشكلة بدأت منذ الاحتلال وكتابة الدستور ثم تشكيل الحكومات المتعاقبة وكذلك موضوع الانتخابات والتي لم تكن انتخابات شفافة ولم تكن انتخابات نزيهة الآن طبعاً السيد من واشنطن لا يريد أن يعترف بخطأ الولايات المتحدة بما حدث فأكيد سوف يقول ليس هناك حاجة لتدويل الأمر ولكنني أعتقد أن هناك اتفاقية بين الولايات المتحدة والعراقية اتفاقية التعاون المشترك في عام 2008 ويجب تطبيقها وبذلك حفظ حقوق الشعب العراقي وحقوق العراق بصورة عامة وليس حقوق الحكومات المتعاقبة التي أثبتت فشلها خلال الست عشر سنة الماضية إضافة إلى ذلك أن العراق لا يزال قابع تحت البند السابع فيما يخص الأمم المتحدة ويمكن الرجوع إلى ذلك ويمكن مساعدة الشعب العراقي أكيد أم مساعدة الشعب العراقي وليس الحكومة العراقية الحالية أو الحكومات السابقة المتعاقبة بتدويل القضية بحدها الأدنى على أقل تقدير وبإرسال وفد من الأمم المتحدة يكون ذو مصداقية وشفافية وليس الوفد الموجود الآن في بغداد الذي ينحاز إلى الحكومة وينحاز إلى السلطة ولا ينحاز إلى الشعب ومطالبه المعقولة اعتدنا على صراحة أستاذ مارك لا أعتقد بأنه يقوم بالتغطية على خطأ أمريكي هل لا تود الاعتراف بخطأ أمريكي أستاذ مارك أم لديك وجهة نظر أخرى برفضك للتدويل الزميل من بوستون انتقد أولا التصرف الأمريكي وتكلم عن احتلال ولكن في الوقت ذاته يقترح أن يكون هناك نوع من الاحتلال الآخر من قبل المجتمع الدولي هذا الموقف غير متماسك أو منطقي الآن هناك ثقة بأن الحل قد يصل إليه المتظاهرون مع الحكومة وعندها يجدر أن ننتظر تصرف أو ما يحصل في العراق حتى يطالب الفريقان تدويل الأزمة وإلا إن لم يحصل ذلك علينا أن ننتظر الزميل في بوستون انتقد احتلال العام 2003 وبتالي من غير المنطقي أن يطالب باحتلال جديد الآن إلى أي مدى تدافع عن هذه النقطة أستاذ راعد لا أنا أصور أصور هناك عدم فهم أنا لم أدافع عن الاحتلال ولم أطالب باحتلال جديد أنا أطالب بتطبيق اتفاقية التعاون المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعلم أنك أفضل من الجميع على ما أذكر أن المادة 27 هذه الاتفاقية الموقع في 2008 تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في حال حصلت تطورات تستبع تدخل الولايات المتحدة لربما هذا أنا فهمته كما فهمها أستاذ مارك أيضا لا الولايات المتحدة بهذه الاتفاقية تضمن الدفاع عن الديمقراطية وعن سيادة العراق نعم الآن ليس هناك ديمقراطية حقيقة في العراق أنا أعتقد أن المسؤولين في الولايات المتحدة لا يريدون أن يعترفون أن العملية السياسية التي جاءوا بها بعد الحرب أو بعد الاحتلال أو بعد التحرير سميه ما شئت كانت عملية ترتكز على المحاصصة السياسية وعلى المحاصصة الدينية والمحاصصة الحزبية وهذا خطأ كبير لأنها فرقت الشعب العراقي وجعلته أقسام وشعب شتى أنا أعتقد أن العراق والشعب العراقي يطلب الآن المساعدة لتحقيق ديمقراطية حقيقية وللتحقيق استقرار حقيقي وللمجيء بحكومة عن طريق انتخابات حرة وشفافة هذا الذي يطلبه الشعب العراقي الشعب العراقي لا يطلب تدخل قوى أجنبية مرة ثانية لا يمكن أحد أن يطلب استعمار جديد ولكن من خلال حواراتنا المتكررة دائما مع الخبراء القانونيين مثل حضرتك والكثير أيضا من السياسيين والمحللين كانوا يقولون بأن العملية السياسية تركت بيد العراقيين أصلا ومن أخطأ في إدارتها هم العراقيين هناك من قارن ورمى وقال لك نجحت لفترة كبيرة موضوع الطائفية في لبنان واستمرت وأرست بعض القواعد ولكن المشكلة في من أدارها ما بعد فروجه هذا ليس صحيح لأن العملية السياسية سلمت بأيدي السياسيين الذين جاءوا مع القوات الأمريكية لم يتاح للشعب العراقي أن يفرض إرادته الحرة الحقيقية وأنت تعرف عندما تتمكن السلطة لما يتكون السلطة بيدها القوة بيدها السلاح وبيدها المال ليس هناك مكان للشعب إلا أن يسكت أو ينصاع والآن الشعب أراد أن يعبر عن رأيه وهذه ثورة شعبية وانتفاضة شعبية يجب السماعها أنا لا أعلم لماذا صعد الغرب وصعد الدول العالم من الإعلام ومن كل الأشياء الممكنة أبان ثورة الربيع العربي الأول وهناك سكوت مطبق عما يجري بالعراق أنا لا أرى قناة حيادية في هذا الوقت إلا قناة الحرة فشكرا جزيلا للحرة لأنها تساند مطالب الشعب العراقي هذه مطالب حقيقية وهذا شعب مضيوم ومجروح ويجب مساعدته ويجب تحقيق الحرية والرفاه والديمقراطية الحقيقية يجب أن يعترف الإدارة أن الديمقراطية التي جلبها الاحتلال لم تكن ديمقراطية حقيقية وإنما كانت انتخابات والانتخابات عموما تكون مزورة أو مضغوطة فيها أمور كثيرة ثم كثيرة كيف ستخرج أستاذ مارك الولايات المتحدة كيف ستخرج واشنطن من دائرة الاتهام هذه التي تفضل بها أستاذ رعت قبل قليل إذا تدخلت تقول وحضرتك طرحت ذلك في بداية الحوار أنها تقوم بدعم طرف على حساب آخر وإذا انسحبت يقال بأنها تترك فراغا أو تركت حلفائها أو تركت لربما الحبلة على الغارب كما يقال في العالم العربي اليوم ما هو الدفاع الرئيسي وتحديدا في الزاوية التي يطرحها أستاذ رعد لأنها مهمة جدا وإستمرت فترة حوار حول ذلك لدينا في الحرة الليلة حتى اليوم منذ بداية الأزمة حتى الآن أولا أريد أن أذكر بأنه عندما وضعنا الاتفاق الاستراتيجي للإطار الأمني في العام 2007 و2008 في العراق كنت موجودا وكنت أعني ما هدف الاتفاق وفيما يتعلق بمسؤولية أمريكا في التدخل هذا غير صحيح يجب أن يكون هناك توافق من قبل الدولتين والحكومة العراقية ذات السيادة لم تطالب بأي تدخل ثم فيما يتعلق بالانتخابات المزيفة كما قال المجتمع الدولي تكلم وقال لأن الانتخابات كانت حرة ونزية لست أدري من أين هناك اتهم بانتخابات مزيفة كل من راقب الانتخابات وأنا راقبتها على الأرض مع عدد كبير من المراقبين الدوليين لم نرى أي تزوير وبالتالي من السهل أن يكون هناك اتهمات ولكن هناك من راقب الانتخابات وكل عمليات عدد الأصوات والمنظمات التي كانت تراقب قالت أن الانتخابات كانت نزيئة لست أدري من أين تأتي هذه الاتهامات هي لا علاقة لها بالواقع طيب مطالب بالرد أستاذ رعد ولكن بعد أن أسأل أستاذ مارك عن وجهة النظر الحالية هل سيكون هناك حرج أن تدخلت الولايات المتحدة هل تطرح بأنه يجب أن يكون هناك موافقة من الطرفين الحكومة العراقية والمحتجين مطالبة بالتدخل الأمريكي ولماذا أو هل الولايات المتحدة بحاجة إلى أيضا غطاء دولي آخر يدعم هذا التدخل بشكل أم بآخر أم أن التدخل يكفيه فقط الاتفاقية اتفاقية عام 2008 أستاذ مارك أعتقد أن الاتفاق الستراتيجي يسمح لأمريكا بالمساعدة ولكن وفق طلب سيدي من قبل الحكومة العراقية أنا لا أريد في هذا المجال أن تجاهل التحديات الموجودة الآن في العراق المحتجون لديهم طلبات مشروعة والحكومة تدرك تماما أنها عليها أن تقوم بإصلاحات والنظام عليه أن يتطور وكل ذلك ممكن قد يكون هناك حاجة لمساعدة المجتمع الدولي ولكن ما لا نريده هو أن نبدأ بإرسال قوات لحل المشكلة بدل العراقيين أنا مقتنعة أنهم لو يحتاجوا إلى مساعدة الحكومة والمحتجون سيطالبون بها السبب الثاني الذي يدعوني بالقول أن أمريكا لا يمكن أن تفرض نفسها في هذه العملية للمساعدة ذلك سيفرض على الحكومة وعلى المحتجين أن يعترفوا بتدخل أمريكي أو أن يعتقد أنهم دمية في يد الأمريكيين وهم من دون شك يريدون أن يتكلموا بإسم العراق من دون أي تدخل أمريكي لا يمكن لأمريكا أن تأتي مع كل تأثير تدخلاتها السابقة السياسية أو العسكرية لأن ذلك لن يساعد أي من الفريقين نفهم أيضا أن إيران قد تستعمل هذا التدخل كمثال للإشارة إلى أن المحتجين والحكومة هم دمى في أيدي الأمريكيين وبالتالي أمريكا تستفيد منكم في حملتها للضغط الأقصى على إيران أعتقد أنه من الأفضل أن تبقى إيران خارج ما يحصل وعندها أمريكا أيضا يمكنها أن تبقى خارج ما يحصل وأيات الله السستاني ما زال يقول أنه لا يريد تدخل أي قوات خارجية لذلك حتى الآن أمريكا يمكن أن تقترح أو تقدم المساعدة ولكن يجدر أن يأتي الطلب من الحكومة أو من المتظاهرين وإلا لا الحكومة ولا المحتاجين ولا النجاف يعتبرون أن أمريكا مرحب بتدخلها أستاذ رعد أستاذ مارك طرح عدة نقاط كيف يمكن أن يفيد أي تدخل أمريكي إيران بشكل أو بآخر وحضرتك مطالب أيضا برد على قضية الانتخابات إذا تكررت لقد تكون مشاركة ضعيفة نداك وأنت كنت موجود وترشحت أو كنت مرشحا لعدة مناصب في تلك الفترة حدثني عنها قليلا إذا تكررت بمتصار إذا تسمح لي في وقع الحال نحن دعنا نتكلم دبلوماسية لا نتكلم سياسة حقيقية يعني الوضع الذي بنى من 2003 كان بيد قوات الاحتلال التي الولايات المتحدة أعلنت أن العراق محتل وبموجب قرارات الأمم المتحدة إذن أنت لما بنية عملية سياسية من الواضح أنها خاطئة وخليت الحدود مفتوحة ودخلت كل القوى الإقليمية والدولية التي تعمل بالعراق الآن عليك أن نصحح أنا مدى أطالب بقوات أمريكية لا يمكن أن نطالب بقوات أجنبية أن تدخل للعراق لا معاذ الله أنا أقول أنه هذه الدول الكبيرة هذه الدول الديمقراطية الولايات المتحدة والغرب وأي دولة ديمقراطية يجب أن تتحد لإيجاد حلول واقعية وحقيقية إلى العراق لغرض استقرار العراق ولغرض نجلة الشعب العراقي يمكن أن يكون في الدالك إيرانا أي تدخل أمريكي طيب تمام لا مو تدخل عسكري أنا دعا يعني التدخل السياسي والددخل الدبلوماسي والاقتصالي يسيد العمدة مرة جديدة لتصحيح الوضع الذي تسببت فيه سأتسبب وجهة من خلق هذا الوضع المشوه خلقها الاحتلال والاحتلال أمر واقع الآن أنت خلقت الاحتلال أنت وافقت أو أجبرت أو سميها ما شئت لكتاب الدستور قسم العراق وجزء العراق إلى عدة أجزاء عليك أن تصحح بطريقة سياسية وبطريقة دبلوماسية واقتصادية أنا لم أقل بطريقة القوة أنا أود أن أعرف الطريقة اليوم إذا إيران سوف تعترض لأنها إيران مستفيدة وهناك دول إقليمية كثيرة مستفيدة من الوضع المشتت في العراق أنا بقي ثلاث دقائق فقط أستاذ رعد وأنتكلم بالعموميات دعونا نتكلم عن المصاري القانوني من وجهة نظرك اليوم نحن نتكلم عن دولة ليست على قائمة الموقعين على تفاقية روما كيف يمكن أن يأخذ شكلا من شكل أو كيف يمكن أن يكون هذا التدويل ربما له مسار قانوني ويصل إلى مجلس الأمم المتحدة بشكل أو بآخر وهل يُعفي هذا التدويل من قام بجراء مقمع وقتل المحتجين هذا أيضا سؤال آخر تسقط بالتقادم ولا لا تسقط بالتقادم أنا أقول يجب العودة للعراق ولا يزال تحت البند السابع والسادس ويجب العودة إلى البند السابع والسادس ومساعدة العراق بصورة سلمية وبصورة سياسية ودبلوماسية من أجل تصحيح الأوضاع السياسية ومن أجل تعديل الدستور وتعديل القوانين بما يخدم مصلحة الشعب العراقي وبما يخدم عراق موحد وقوي ومفيد وفعال في المنطقة وفي العالم أما إذا استمر الوضع كما هو سوف لن يسكت الشعب وسوف تستمر هذه الأمور وفي النتيجة قد ندخل لا سمح الله إلى صراع داخلي لا يمكن إيقافه كيف يمكن أن يكون الحل عن طريق واشنطن سلمياً برأيك أستاذ مارك في رد على طلب أستاذ رعدة على هذه النقطة وتعريف التدخل ربما في الاتفاقية هل يعني بالضرورة أن يكون سلمي عدم وجود قوات أمريكية هل يقتصر فقط على تحرك سياسي أستاذ مارك في الدقيقة المتبقية نعم ببساطة أقول أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة ولكن لا تعتقد أنها مضطرة للمساعدة من دون أن يطلب من ذلك ما سمعته من بوستون هو محاولة لوم الآخرين وأن الاحتلال غير العراق أمريكا والدول الأخرى غادرت العراق في العام 2011 وعادت فقط للمساعدة في محاربة داعش نعم هذا صحيح هذا صحيح ليس خطأ نحن سحبنا قوتنا المسلحة في نهاية العام 2011 وحافظنا فقط على المهمة الدبلوماسية في العراق عندها كان العراقيون يسيطرون على بلادهم والسيادة وعيدت لهم في العام 2014 طبعا هناك حاجة للإصلاحات ولتعديل الدستور ولكن لا يمكن أن يفرد الخارج ذلك على العراقيين كما قال آية الله سستاني القوات الخارجية لا يمكن أن تتدخل القوات الداخلية هي التي يجدر أن تتحرك وإن كانت القوات الداخلية بحاجة إلى مساعدة دبلوماسية اقتصادية سياسية من أمريكا يمكن أن تطلب ذلك أمريكا لن تفرد المساعدة الآن بل ستنتظر وترى إن طلب ذلك منها التدخل بالقوة لن يساعد العملية في العراق ولا أعتقد أن العراق سيغرق في الفوضى أستاذ رعادي أستاذ مارك يقول لك لا يوجد مشكلة في التدخل التوقيت أو العودة إلى مساعدة العراقيين ولكن التوقيت الخلافي والرجل يطرح يا أخي العزيز أنا مواطن عراقي إذا أتكلم من بوستن أنا أقول لك أن الشعب العراقي يريد تدخل الولايات المتحدة والعالم الحر لغرض فرض الاستقرار والديمقراطية الحقيقية الشفافة ليكون العراق عضو فاعل في المجتمع الدولي وفي المجتمع الإقليمي العراق الآن محتل من أكثر من جهة والشعب يطالب بالحرية ويطالب بالديمقراطية الحقيقية الديمقراطية التي جاءت بعد الاحتلال ليست ديمقراطية هي صناديق انتخاب وأقول لك أنها صناديق ليست صحيحة يعرف الأستاذ مارك ويعرف الجميع ماذا يحدث في العراق وماذا كانت الانتخابات وكيف ستكون إذا بقت الحالة كما هي الشعب العراقي يطالب بمساعدة المجتمع الدولي على تحقيق الاستقرار أنا سأكون في بغداد في الثالث عشر من الشهر المقبل وربما يمكن للزميل من بوستن أن ينضم إلي وننقل هذه الرسالة إلى بغداد لا أعتقد أنه يرحب بها تمام ماذا عن بانس وزيارته إذا سمحت انتهى الوقت أستاذ مارك إذا تكرمت في نصف دقيقة هل هناك من رسالة لوجود بانس في عين الأسد في العراق واتصاله بإعادة عبد المهدي أكيد أمور ثلاث أولا هذا ما كان يفعله الرئيس ترامب في زيارته السابقة في هذه المناسبة ذاتها وبالتالي أراد نائب الرئيس أن يزور القوات على الأرض ويشكر جهودهم هو أيضا مؤشر لالتزام أمريكا ليس فقط لجنودها ولكن لمساعدة العراق عند الطلب فقط وثالثا نقل الاقتناع بأن أمريكا لا تدعم استعمال العنف ضد المتظاهرين من الإصلاحات ضرورية أعلم جيدا أن ضيفين من العيار الثقيل مثلكما بحاجة إلى ساعة من الحوار ولكن الوقت أبدا لا يساعد أنا مستعد أذهب مع سيد مارك إلى بغداد وأن نكون معا في داخل ساحة التحرير مع الشعب العراقي ومع الشباب العراقيين ليسمع الحقيقة من الشعب مباشرة وليس عن طريق الإعلام الذي لا ينقل الحقيقة دائما كما هي شكرا جزيلا لك سيدرا وأكرر أننا نشكر قناة الحرة لأنها تساند الشعب ومطالب الشعب نعم من دون ساك أنا أيضا كنت في بغداد وأهدم أفهم تماما ما يحصل على الأمر شكرا جزيلا يمكنكم التنسيق بينكم بعد انتهاء الحلقة شكرا لكم من بوستن لا مانع أنا حاضر أمامك وعلى الشاشة أن نكون معا سوية ونعمل من أجل الحقيقة سامحني أستاذ راعد شكرا جزيلا لك راعد مولود مخلص السياسي العراقي المستقل ورئيس حزب التجمع من أجل العراق من بوستن وشكرا لك من واشنطن مارك كمت مساعد وزير الخارجي الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية أشكركم جزيلا